رحبا حضراتكم مرة تانية زي ما اتكلمنا معاكم في بداية حلقاتنا النهاردة بانه اشبال مصر الرقمية هي واحدة من اهم المبادرات اللي بتوفرها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة لكل اولادنا في مراحل التعليم المختلفة بداية من طلاب اول اعدادي لحد طلاب تانية سانوي الطلاب في هذه المبادرة دي بياخدوا رحلة تعليمية للتعامل والتعلم مع تطور التكنولوجيا الكبير اللي ترى على العالم يشازل طبعا بكل تأكيد احنا بنتكلم عن زكاء اصطناعي وعلوم بيانات شبكات وامن سيبراني فنون رقمية كرسات تعليمية تكنولوجية مهارات سوء العمل هيطلبها بكل تأكيد بقوة في المستقبل وفي الوقت الحالي كمان عشان كده المبادرة هتستقبل الدفعة التانية مع دخول العام الدراسي الجديد عشان نعرف تفاصيل اكتر معانا الدكتورة هودا بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية يا دكتور هودا صباح الخير فانا اهلا بحضرتك اهلا بيكو في البداية هزيني تكلم عن الدفعة الجديدة اللي خلاص هتستقبلوها في هذه المبادرة مبادرة أشبال مصر رقمية تقديم امتى بقوا مستمر الحد طبعا سعيدة جدا بوجودي معاكم النهاردة مبادرة أشبال مصر رقمية زي ما حضرتكم قلتوا بدأت العام الماضي والحقيقة العام الماضي كان معانا تقريبا عشر تلاف طالب من الصف الاول الاعدادي إلى الصف الثاني سنويا وده يعتبر رقم يعني كبير جدا خاصة بالنسبة للمستهدف اللي كان موجود وقتها تلات تلاف طالب السنة دي الحقيقة طبعا بتوجيهات فخامه الرئيس سعب فتاح السيسي وبتنفيذ من الدكتور عمري طلعت وزير الاتصالات تكنولوجيا بمعلومات احنا بنستهدف أربعين ألف طالب للدفعة التانية طبعا ده رقم يعني يعتبر رقم كبير جدا بالنسبة لبرنامج تدريبي ان احنا نضرب الرقم فاربعة فده يعني حاجة الحقيقة بتدل على اهتمام بالغ بين الدولة بتنمية النشط وبتنمية الانسان المصري يمكن مبادرة أجبال مصر رقمية انا حابة قبل ما ادخل في الدفعة التانية ان انا اقول انه وزارة رسالة تكنولوجيا معلومات محور استراتيجي عندها هو بناء الانسان وعندنا مبادرة جديرة جدا اسمها أجيال مصر رقمية أجيال مصر رقمية بدأت بالأجبال وبدأت بمبادرة بونات مصر رقمية الأجبال كانت لقول عداجي التانية سنوي وبونات مصر رقمية كانت للطلاب الخارجين من كليات محددة احنا السناجي عندنا ايه لاستكمال الصورة كاملة عندنا مبادرة اسمها براعم مصر رقمية وده معناه ان احنا نزلنا كمان بالسنة لربعة ابتدائي لغاية ستة ابتدائي فدول جداد علينا السناجي ان شاء الله هناخد الدفعة الاولى ومعدين عندنا كمان مبادرة اسمها مهارات مصر رقمية وده بتستهدف جميع الطلبة في جميع الكليات الحقيقة أجيال مصر رقمية هي البراعم والأجبال والمهارات وبونات مصر الرقمية الدفعة التانية من أجبال مصر رقمية زي ما قلت من استهدف 40 ألف باب التسجيل مفتوح حاليا ان شاء الله يعني ان انتهي يوم عشرين تسعة نقصتنا يومين تلاتة على انتهاء التسجيل الناس تلحق تقدم بقى الناس تلحق تقدم ده شيء أساسي كان عندهم شوية يعني مشاكل أو عايزين يعني يلحقوا يقدموا مشكلة اللي لازم يجيبوا مثلا انه بيان الدرجات لازم الطالب يبقى متفوق دي الشروط اللي هي خاصة بالتقديم فما هو الشروط؟ الشروط انك تكون مصري طبعا انك تكون موجود في اي مدرسة ايا كانت المدرسة نوعها مدرسة حكومية تجربية خاصة دولية في اي محافظة من محافظات مصر كل المحافظات معنا الحاجة التالتة بيان الدرجات يعني ده يمكن الحاجة شو حقه اقل حاجة فان الحد الادنى ايه الحد الادنى تسعين في المية لان طبعا زي ما قلت احنا عدد الطلاب اللي موجودين في هذه الفئة العمرية تقريبا تمانية مليون فانا لما بقول الاربعين الف يعني لازم اعمل شوية معايير للانتقاء عشان اقدر اخد الاربعين الف دول فبالتالي احنا بنتكلم على التسعين في المية او التفوق الدراسي في مدة الرياضيات والعلوم واللغة الانجليزية ليه علشان تكنولوجيا معلومات والاتصالات النهاردة بتتكلم على التفكير المنطقي والكريتيكال ثينكينج والحل المشاكل جمائي لذلك فمحتاجين شوية ان الطالب يكون عنده مهارات معينة عشان يقدر يستوعب كمان وعنده حاجة كمان مهمة جدا وهي الالتزام يعني هو ملتزم انه يدخل معانا في هذا البرنامج دي الاسر بقى اللي مسؤولة عنها برضو سنوهم صغير شوية بس يمكن حضرية كلمتي عن البرامج اللي بتقدمها وزارة الانتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفي بعض المبادرات وبعض البرامج لو هنتكلم عن الخرجين تحديدا كمان بعضها بيتطلب تفرغ لفترة زمنية لكن نحن نتكلم على أشبال مصر الرقمية تحديدا طلاب في مرحلة الاعدادية حتى الثانوية ومع كمان بداية دخول المدارس المفروض للأسر تتقدم زي ما حضر قلت آخر يوم للتقديم يوم عشرين تسعة بيتم التعامل معهم ازاي يا دكتور وفكرة ان هم يبتدوا يتلقوا كمان مواد جديدة او برامج جديدة بجانب المواد الدراسية ازاي بيتم التعامل معهم لان ممكن بعض الاسر تخاف انه الطالب مش هيستحمل او مش هيستوعب ده سؤال طبعا احنا دايما اولياء الامور بيسألهن على صفحتنا مبادرة أشبال مصر الرقمية على الفيسبوك هل الطالب هيبقى متعطل عن دراسته طبعا لا احنا الطريقة من امتى الامتى هتكلم على منهجية التدريب كلها المنهجية بالنسبة لأشبال مصر رقمية هي خمس شهور الخمس شهور دور بيتموا على التوازي مع السنة الدراسية وعشان كده اولياء الامور بيقلقوا تمام انما لما اعرف ان حتى الطالب اللي كان في تانية سنة وفي سنة اللي فاتت طالب رسمي من الوزير لا ده انا عايز وانا في سنوية عامة ان انا نكمل فده معناه انه احنا ما بنحطش حمل على الطالب طب ازاي ما بنحطش الحمل ده المبادرة بتتم تنفيذها 75% اونلاين وال75% دي عبارة عن مرة في الاسبوع يوم الجمعة او يوم السبت في المعادة اللي الطالب اوليه امر بيحدده عايز الصبح بعد الصلاة عايز بالليل عايز بعد الظهر زي ما هو عايز لمدة قد ايه لمدة 3 ساعات في الترم الاول ولمدة ساعتين في الترم التاني طيب الترم التاني بناخد قد ايه بناخد شهرين بس ليه شهرين لان السنة اللي فاتت كنا بنعمل 3 شهر لقينا ان احنا ممكن بنمد ناحية الامتحانات فاحنا السنة دي 3 شهور في الفصل الدراسي الاول شهرين في الفصل الدراسي التاني وبعدين عندي في الصيف بعمل زي كامبوس غير لمدة اسبوع بحيث انه يبقى الطالب بينفذ المشروع بتاع التخارف 25% بقى 25% بتيجي فين 25% بتيجي مرة في الشهر مرة واحدة في الشهر حضور فعلي بيجي حضور فعلي في مركز التدريب اللي هو في المدينة اللي هو فيها في المحافظة يعني في مركز تدريب في كل محافظة في كل يعني يمكن 3 في المحافظة على حسب الكسافة بتاعة الطلبة اللي موجودة في أنهي مدر فبيبقى يعني احنا برضو بناخد بالنا من المسافة. ده اللي احنا بنستفسر عنه. حضرتك قلت أنه مفتوح لكل الناس في كل المحافظات. هيكون صعبة على أي حد مثلا موجود في محافظة من المحافظات الحدوية أن يجي لحد القاهرة عشان مركز تدريب. فأنا عايز أنشر الموضوع أكتر. وأشجع الناس أكتر. فجميل أن يكون فيه مراكز ومش مركز واحد زي ما الدكتورة هودة بتقول فيه أكتر من مركز في كل المحافظة. السنة اللي فاتت كان عندنا تقريبا سبعين مركز تدريب منتشرين في كل أنحاء الجمهورية. حتى مرسم أتروح المحافظات الحدودية. شمال سيناء. يعني الحمد لله الوادي الجديد. كل المحافظات كانت ممثلة. يمكن بأعداد قليلة. وإحنا يمكن بنوجه أنه يعني تشجعوا وتعالوا ونضموا معنا. لأن الحقيقة البرنامج ده متميز جدا جدا جدا. استثمار كبير جدا الدولة بتحطه. برنامج على خمس سنوات. خمس مستويات. بيتم تقييم الطالب عشان يدخل في أنهي مستوى. ويكمل باقي المستويات الخاصة به. مهم جدا أنك بتتخصص. الأول حتى لو أنت مش عارف أي حاجة. بتدخل المستوى الأول اللي هو الأساسيات. وبعد كده شوية بشوية. بتتخصص في مصار معين. زي ما حضرتك قلت. إذا كان استناع علوم بيانات في نون رقمية. أي أن كان الميول بتاعتك هي إيه؟ إيه الهدف؟ ده نقطة مهمة جدا. هدف أن أولياء الأمور بيتخيل أن الطالب اللي هيدخل أجبال مصر رقمية. هو طالب بيستهدف كليات الهندسة أو كليات حاسبات ومعلومات. لا مش هو ده. النهاردة التكنولوجيا مع علمات والاتصالات هي أساسي لجميع القطاعات. داخل مع كل القطاعات طبعا. جميع القطاعات. فما ينفعش أن إحنا نطلع من السنوي. وإحنا شفناش يعني إيه تكنولوجيا مع علمات والاتصالات. هتستخدمها في التجارة. هتستخدمها في الزراعة. هتستخدمها في الاقتصاد. في التب. في الصيدلة. في الترجمة. في كلية ألسن. في جميع نواحي الدنيا. طيب. الهدف من الموضوع في النهاية بالنسبة لأولياء الأمور. أنه ابنه يكون مؤهل لسوق العمل. بحيث أنه لما يتخرج من الكلية يلاقي وظيفة. مضبوط؟ مضبوط. طيب. بالنسبة لأشبال مصر الرقمية. هل مثلا ممكن حد يبقى في تاني عادية ثالثة عادية دي مثلا. ويدخل يحصل على هذه المنحة ويتضرب ويلاقي شغل عبر الإنترنت. فيبقى عنده مصدر داخل؟ ده سؤال هاي. ليه بقى؟ لأن إحنا كستراتيجية لوزات الاتصالات بنهتم بنقطة جمدة جدا. وهي تصدير تكنولوجيا مع المواتلات الاتصالات للخارج. طبعا أول دولة في هذا المجال هي الهند. صحيح. وإحنا عارفين أن العمل الحر أو الفريلانسينج. ده النهاردة الهند سبقنا. عندنا بنجلاديش. عندنا باكستان. عندنا وسترن يوروب. يعني مثلا زي أيرلندا أو غيرها. إحنا النهاردة مصر بتاخده خطوات واسعة جدا في هذا المجال. سواء من خلال الفريلانسينج. اللي هو العمل الحر عبر الإنترنت. أو التعهيد اللي هو بسلا. اللي هو الأوفشوريج داخل مصر. طبعا إحنا بنتكلم على الطلبة بتوعنا. اللي هم بنقول عددي التانية سنوي. وعندنا تسكات. أنا هقول تسكت كتيرة. وشغلانات صغيرة موجودة. على منصات العمل الحر. ممكن أن هم يتقدموا فيها. يعني تصميم ديزاين للوجو. تصميم صفحة ويب سايت. دي كلها أشغال بسيطة جدا. ب2 دولار و3 دولار و5 دولار و7 دولار. يقدر يعملوا في البيت. في المهمة الوحدة. بالزبط. في التسك الوحدة أو المهمة الوحدة. ممكن أنه هو يدخل. ينافس. ياخدها. وبالفعل أنه هو يبتدي يحط رجله في هذا المجال. هل هل ده هيعطله؟ لا مش هيعطله. لأنه عنده هذه الموهبة. تمام؟ يعني اللي بيديزاين أو بيصمم أو كده. كان بيعمل هذه التصميمات. إنما هو مش موجود على الصعيد العالمي. النهاردة أقرانه في دول أخرى. بيعملوا هذا الكلام. وبيقدروا أنه هم يتواجدوا بالفعل على منصات العمل الحر. إحنا أيضا من ضمن التدريب اللي هنديه أنه إزاي تدخل على منصة عمل حر. إزاي أنك إنت تقدم الشغل بتاعك عليها. وتقدر فعلا أنك إنت يعني يبقى عندك حاجة بسيطة تقدر أنك إنت تأخذ منها يعني حتى عملة صعبة. ويعني زي ما حضرتك قلت إن يكون طالب سنه صغير يبتدي إن هو يشتغل ويفهم يعني أو يجرب إن هو يكسب حتى لو مبلغ بسيط جدا. دي مهمة جدا إن هو حتى عقله يقدر يستوعب أسرع. وزي ما حضرتك قلت يعني فكرة استهداف المرحلة العمرية دي في حد ذاتها. زي ما حضرتك قلت نقطة مهمة قوي. طيب بالنسبة بقى للمناهج اللي بتقدم وبتدرس. بتبقى عملة زي مين اللي قائم على وضع هذه المناهج. وزي ما حضرتك كبان قلت فكرة وجود المراكز التدريب في المحافظات الحدودية. وفيه 25% نسبة حضور. مين القائمين على التدريب. لو هنكلم التدريب الحقيقي أو اللي بيروحوا فيه المركز التدريب. مين اللي بيكون موجود ومين اللي بيدربهم؟ طبعا أنا طبعا دكتورة هودة بركة أنا أستاذ في كلية الهندسة جامعة القاهرة قسمة هندسة حاسبات. ومعايا فريق لجنة أكاديمية. اللجنة الأكاديمية دي مسؤوليتها الأساسية هي التأكد من أن المناهج اللي موجودة على المستويات الخامسة لهذا البرنامج هي ملأمة ومتماشية مع العصر الحديث. وبترفلكت فيها أو بتعكس فيها كل التقنيات الحديثة اللي احنا عايزنا. طيب هل ده يكفي؟ لا طبعا ده لا يكفي. لازم يكون فيه معانا إيه؟ معانا شركات تدريب. شركات تدريب عالمية. شركات تدريب محلية. وكمان بالإضافة إلى كده. احنا بنتكلم على تدريب لسوق العمل. يعني أنا عايزة أدرب عشان الطالب يطلع بالفعل عنده المهارات المطلوبة. طيب مين الأساسيين في هذا المجال؟ الشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا معلومات والاتصالات. دول شريك أساسي في هذه المبادرة. عندنا أكتر من 15 شركة عالمية في كل التخصصات. شركاء في مبادرة أجبال مصر قامية. بل شركاء في أجيال مصر قامية كلها. ليه؟ علشان أهلا ما يجي حط منهج على أصل. بعمل إيه؟ عندنا مجلس استشاري من الشركات. بتبص على هذه المناهج. بعد رؤية اللجنة الأكاديمية. وبعد رؤية أيضا الشركة اللي هي بتنفذ التدريب. وبيقول لا هو ده فعلا اللي أنا عايزه. أو مش هو ده اللي أنا إيه أنا عايزه. لازم يكون المناهج ماشية بالتوازي مع المناهج اللي هي الشركات العالمية بتضاح. وإلا يبقى إحنا بنطلع منتج السوق مش عايزه. وعلى سبيل المثال الزكاة الاصطناعي. مثلا التطور اللي فيه مرعد. اللي بيحصل تطور فيه تقريبا كل يوم. فيه تطور فيه. فلازم فعلا نواكب التطور في هذا المجال. هل مبادرة أشبال مصر الرقمية اللي بيتخرجوا من هذه المبادرة ليهم أولوية فيه الدخول فيه مبادرة بونات مصر الرقمية؟ والله يبص هو هيبقى ليهم أولوية في المهارات. لأن بونات لسه يعني بعد الكلية. بعد الكلية. لكن أنت لما تقلص أشبال مصر الرقمية هيبقى أول سلبة عندك حتى يعني كان ردينا للولاد اللي هم في تانية سنوية بالذات وهيتوقفوا في تالتة سنوية. معلش ادخل الكلية هتلاقي مهارات مصر الرقمية. هتكمل البط بتاعك أو المصار بتاعك. مفيش أي مشكلة. الأولوية إحنا يمكن في مهارات مصر الرقمية يعني هي مفتوحة للجميع. وأنا بقول أن شعار مهارات مصر الرقمية هي العمل الرقمي للجميع. النهاردة العمل الرقمي اللي هو بيعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بقى مش خاصة بكلية معينة. العمل الرقمي للجميع ومهارات مصر رقمية للجميع. أي طالب موجود في الكليات المختلفة يقدر أنه يبقى موجود معين. أشبال مصر رقمية أكيد لهم أولوية لهم ولدنا يعني طبعا. زي محطيك قلتي في مهارات اللي بتبقى عندهم من المبادرات والمناهج السابقة كمان بتأهلهم من هما يكونوا متوجدين. طب المبادرات دي فعندما مجانية مضبوط. كل أجيال مصر رقمية كلها مجانية من البراعم حتى بنات مصر رقمية. بالنسبة بقى لربوتات والأنظمة المدمجة أعتقد طبعا سححيجي لو أنا مخطئة. أعتقد بتحتاج أن يكون في تدريب أعلى شوية. يعني مش فكرة تبقى فيه كورسز أو مناهج أونلاين بس. هو طبعا يعني كل التخصصات اللي موجودة بتحتاج معامل. ممكن نقول كده. معامل دي لها طريقتين. يا إما النهاردة يمكن أنا دايما الواحد بيقول أن كوفيد دو تعلمنا كثير. طبعا. وخلى أن فيه تحول كبير جدا في العملية التعليمية. حتى لو أنت محتاج النهاردة معامل. فالمعمل هو معامل افتراضي. ممكن يكون موجود. وبالتالي بتاخد نفس التجربة بالزبط. سواء أن أنت كنت في معامل حقيقي أو في معامل افتراضي. فجزء من المعامل بتكون افتراضية. جزء كبير جدا. كل الشركات المالتي ناشنالز اللي في التكنولوجيا. عندهم ديرتوال لابس. ده معامل افتراضي. معامل افتراضي. ليه؟ علشان أقدر النهاردة أستخدم الحوساب السحابية اللي هي الكلاود. بحيث أن أنا أوصل لهذه المعامل. وأقدر أن أنا نفذ نفس العملية التدريبية اللي كنت بقوم بها زمان داخل المعامل. في المجال ده تحديدا يا فاديم بيدرسوا إيه؟ الروبوتات والأنظمة المدمجة. الروبوتات والأنظمة المدمجة. وطبعا إحنا عندنا شغل كتير جدا بيتم بالنسبة للجزء بتاع الأنظمة المدمجة. سواء بالنسبة للعربيات السيارات أو بالنسبة حتى للحاجات اللي هي في المصانع أو كده. فبالتالي أنت النهاردة بتتعلم إزاي تستخدم كتس بحيث أنك أنت تقدر تبرمجها وتقدر أنك أنت تعمل بها تحكم في أي عملية أنت بتعملها عربية مكنة أو ما إلى ذلك. طيب وإحنا بنتكلم عن مستقبل هذا المجال هو كل اللي هيحركنا أن إحنا يكون فيه مصدر داخل لبني لما يكبر بيشتغل شغلنا كويسة سوق العمل طالبها ومطلوب مش في مصر بس كمان بالمناسبة. لازم يكون مطلوب في كل حتة في العالم كله. إحنا تكلمنا قلنا لو فيه مهام صغيرة بيقوم بيها الأطفال الصغارين اللي في عدية دي ممكن مثلا مهمة صغيرة ياخد منها خمسة دولار وممكن يعمل أكتر مهمة في نفس اليوم. ممكن يعني دي أرزاق بقى زي ما بنقول يعني لكن لما بيكبروا مثلا وبيتخرجوا من بنات مصر الرقمية ممكن المهام اللي بيشتغلوا فيها أو الشغل العمل الحر اللي يتخلوا فيه. ممكن مثلا مهمة يكسب منها ديه. خلينا نقول إن إحنا عندنا إحنا بنستهدف في مهارات مصر الرقمية اللي هما الطلبة اللي في الكليات إن هما يعملوا موضوع العمل الحر دوت. إحنا عامين تصميم لبرنامج جديد تماما عبارة عن شغلانات يعني إيه جوب بروفايلز يعني أنا بندخل على المنصات لعمل الحر وبنشوف إيه أكتر الشغلانات اللي هي بتطلب كويس؟ ومن ده ببتدي أكون البرامج بتاعتي. عظيم جدا. تمام؟ فإحنا مثلا عندنا ستين جوب بروفايل إيه ستين دول جوم من إيه؟ الستين دول جوم من إن إحنا دخلنا على منصات مختلفة وشوفنا إن دول الأكثر طلبا. وبالتالي قلنا إيه؟ إحنا لازم نهاية أولادنا أو طلبة الكليات للستين مصار ده. ومن دوت يبقى أنا باجي أقول إيه بعض كليات مثلا التجارة هيدخلوا في المصارات المختلفة دي هندسة هيدخلوا في. كل ده موجود. يعني إيه؟ موجود إن أنا أعمل أبسكيلينج أزود مهارات لطلبة من هندسة وحاسبات ومعلومات وما إلى ذلك. وبرضو عندي ريسكيلينج اللي هو تغيير مصار شوية أو تعديله بحيث إن أنا قادر أعمل الشغلانة دي أو الشغلانة دي أو الشغلانة دي فبرامج التدريبية اللي إحنا هننزل بيها في مهارات مصر رقمية ما هيش أنا بقوله تعال أدربك على الزكاء الاصطناعي أو تعال أدربك على كده. لأ. ده أنا بدرب على شغلانة. مش تدريب عشوية أو اللي حنا بقوله عليك جدارك. مش حاجة واسعة وبعدين بقى أنت تعلم بعدين بتخصص بعدين. لا ده هو يعني بالفعل متخصص في كل تفصيلة وحسب كل مجال حابب يدخل فيه دي كورسات معينة أو مناهج معينة. بالضبط جات. تسكات تبقى للأعمال اللي هي موجودة على المنصات بالفعل. بونات مصر رقمية إحنا بنستهدف بيها أكتر الوظائف. خلي بالنا إن إحنا عندنا العمل الحر وده بيتكلم على مهمات أو جوب بروفايلز معينة. إنما أنا لما بتكلم على بونات مصر رقمية بدي فرصة أطول وبالتالي بعمل إيه؟ بدي له وظيفة. أنا عايزة وظيفة هنا. عايزة مكان في شرك. نعم يا فندم. عشان ناس تتشجع. تقريباً. المرتبات ممكن تكون عاماً لكي تقريباً. يعني فيه مناس بتاخد ألف دولار في الشغلانة. ممكن خمسمائة دولار. ممكن ناس في الشهر بتاخد ألفين دولار. نحن ينفعني نقدم بلخلاصة. نحن كمان هنقدم. شكراً جزيلاً لك يا فندم شرفسينا ونورتينا الدكتورة هودا بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا للمعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية. ألف شكراً لحضراتك. شكراً لكم. www.bc.gov.eg علشان نبادر في التسجيل في مبادرة أجبال مصر قرم. زي ما حضراتك قلتي آخر يوم للتسجيل يوم 20 سبتمبر. والحقيقة ممكن ونحن نتكلم على هذا القطاع. تحديداً قطاع للتسجيلات وتكنولوجيا للمعلومات هو قطاع مهم جداً جداً. وكده رد سؤالك يا شازلي فكرة المرتبات أو الوظائف اللي بيلطحقوا بها بعد كده. أنا يمكن كنت موجودة وشفت بعيني بالفعل نمازج. لا أولاً أعمار كبيرة جداً. مش لازم يكون حد لسه خريج جامعة لأعمار متفوتة. مش متطلبة خالص سن معين. بياخدوا برامج حسب المجال اللي هم حابين. أياً كم مستواهم بالمناسبة كمان. ويبتدوا بيتعلمهم من أول حتى البدايات والحاجات البسيطة جداً. بعد كده شفت نمازج بقى يا شازلي تعينت في الشركات في السيليكن فالي. شفت الناس تعينت في الشركات كبيرة جداً. ليها علاقة بالتكنولوجيا. مرتبات مجزية جداً جداً زي ما كنا نتكلم. بالضبط بالعملة صباح. وأنا بالفعل يمكن شفت النمازج دي. فأنا بشجع الأسر حتى الأسر اللي ما عندهاش خلفية تكنولوجية. لازم بس نأكد على نقطة معينة ونقطة مهمة جداً. أنه اللي جاي كله متعلق بالتكنولوجيا. ومتعلق بالذكاء الاصطناعي. فحتى لو إحنا ما عندناش هذه الخلفية. تأكد أن أولادك لازم يكون عندهم هذه الخلفية وهذه المهارات. ترجمة نانسي قنقر